صوم يوم السبت إذا كان لسبب فلا بأس مثل أن يصادف يوم العرافة أو يوم عشورة أو يقوم من من يصوم يوما ويكتب يوما إذا صادف سيأمه يوم السبت هذا لا بأس لكن لو أفرده لغير سبب فمن العلم من قال لابس به أيضا لأن الذي ورد منه عن سيأمه على وجه صحيح أو بتليم صحيح هو يوم الظنجة أما يوم السبت فالحديث وارد فيه قال إن هذا حديث شاب ولا يعمل به وممن قال ذلك شيخ عبد العزيزي بن باسة فقال الله ورحمه يقول إن النهي عن صوم يوم السبت حديث شاب لا أعمل عدد وذلك لأنه مخالب للحريف الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لي ورأته تويله ويصائمه يوم الجمعة قال أخمدي أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأخطر فقول أتصومين غدا هذا هو واضح على أن صوم يوم السبت ليس به بأس ومعلوم أن الحديث صحيحة طوية إذا جاء حديث الخالق وهو غارق منها اعتبروا شاب لا أخمه القاعدة بمسترح الحديث أن الشاب ما خالف فيه ثقة من هو أردت من أردت وعلى هذا فيكون مستيام يوم السبت ليس مقرؤا مطلقا سواء من رم إليه ما قبله أو لم أو ما بعده أو لمطلق وسواء كان له سبب أم لم يكون وعلى هذا فنقول إذا صامع يوم السبت فلا حاجة عليه لكن الممح للحمن الله المشهور عند أصحابه يقول إن إفراد يوم السبت لغير سبب مكروم وإذا صام إليه يوم آخر إما جمعة أو لأحد فلا بحسبه كما أنه إذا كان لسبب فلا بحسبه ولعل هذا أقرب الأقوال لأن لا نرغي الحديث النهي أصوم يوم السبت أي وقال من صام يوم السبت لأنه يوم السبت لحاجة إيش نعيه لا أقل يجوء لا يلوذب ونعيه ومن صامه لسبب أو ضم إليه غير غيره فيا بس نعم